بدت ميليش الحوثية المعزولة وهي تدار نفسها وتحاول كسر عزلتها بالمبالغة بالاحتفاء بما زعمت أنها مذكرة تفاهم وقعت عليها مع ممثل للحكومة الصينية وشركة صينية اسمها أنتون أويل من أجل ما قالت وسائل إعدامها أمس الأول إنها للاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية في اليمن فما حقيقة هذه المذكرة ومع من وقعتها الميليشيا وما حقيقة الشركة الصينية وهل هي شركة رسمية ومسجلة ومعتمدة في مجال الاستثمارات النفطية في العالم المذكرة صحيحة فعلا لكن احتفاء الحوثي وفرحه بها ما لبث أن تحول إلى إدانة وحزن إذ سرعت الشركة الصينية إلى الأعلان عن إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع ما يسمى وزارة النفط في حكومة ميليشيا الحوثية بعد أن أجرت تحقيقا سريعا واعترفت الشركة بأن المذكرة غير قانونية وقدمت اعتذارا لليمن وسلطته الشرعية نتيجة تورطها في عقد لقاء مع الحوثيين أما الحكومة الصينية التي زعمت الميليشيا الحوثية إنها وقعت مع ممثل عنها فقد نفت أمس الاثنين أي علاقة لها فيما أشيع حول توقيع المذكرة وأكدت أنها تحقق في الأمر كون التعامل مع ميليشيات الحوثي يشكل انتهاكا لشرعية الدولية ويعد تهمة تدين كل من يرتكبها فجميع دول العالم لا تعترف بميليشيات الحوثي كسلطة أو حكومة رسمية باستثناء النظام الإيراني وحكومة تاجر المخدرات المجرم بشار الأسد وهو ما يفسر تلهف عصابة الحوثيين للتصرف كسلطة معترف بها وبدى ذلك واضحا في محاولتها التحدث بلغة رسمية عن بنود المذكرة المزعومة مع الشركة الصينية للاستكشافات النفطية في اليمن قبل أن تصفعها نفس الشركة بالإعلان عن إلغاء المذكرة ولا اعتذار لليمن